اعتصم أصحاب باصات الحي الشمالي في محافظة إربد اليوم أمام مبنى هيئة تنظيم قطاع النقل في العاصمة عمان للمطالبة بعدد من القضايا الحقوقية رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل في المملكة صلاح اللوزي التقى عددا من المعتصمين حيث عرضوا مطالبهم التي تتلخص بإيجاد حل لعمل سيارات السرفيس على نفس مسارهم مؤكدا على إيجاد الحلول المناسبة لجميع الخطوط العاملة في مجمع سفريات الجنوب في إربد وتحويل بعض الحافلات للعمل على مساراتهم والزيادة في أعداد الحافلات تتمكن من العمل ليوم واحد في الأسبوع السيارات عندما يحطوها بيعملوا 80% صيانة لباصات إربد ولا إربد كاملة 80% تطاع النقل بإربد بتنظم 80% بس يقوموا السيارات السرفيس ويعملوهم مكتب تاكسي العبئ اللي بصير على كل المشغلين بجميع المحافظات وأكثر محافظة للأسف اللي بجرى التجارب عليه هي محافظة أربد زي مختبر يعني في جامعة كل واحد بيجي بعمل عليها يعني أي مشروع بتم تطبقوا لهيئة أو زارة النقل بيجي تطبقوا بأربد وانطرحت مشاريع كثيرة لحساب مين؟ لحساب أكاما شخص بالأردن اللي هم المشغلين اللي هسا تحت مسمى مستثمرين في عندنا خطوط أغرقت وصار فيها فائض من الباصات جابوا لنا باصات من خارج إربد وحولوها يعني صار عندنا بعض الخطوط صارت فيها أكثر من العاصمة